على طارح أنت طبعتي موديل أو ممثلة بكلب جلال الزين ممثلة أغنية ما عندي غيرك صح؟ صح كانت أغنية ناجحة كل شخص جدا وحجبها قصة يعني حياته حياته وقصته وزوجته شونت محتارتش لهذا الدور؟ شمعنى أنت لعبتي دور زوجته طبعا؟ بالضبط لأنهت حياته للناس اللي مشايك في الموضوع صح أغنية ما عندي غيرك هي عن حيات الممثل جلال الزين قصة شغلة الرأي العام فكان أكثر من ممثلة وقع الاختيار علي من بعد ما شافه التمثيل وشافه الموضوع يحتاج لشوي براءة يعني إنسانا ضد التجميل ضد التجميل الأوفر مو ضد أنه صحح سوي هاتي أشياء بطلع جميل حلو بس وقع الاختيار علي كوني أكو وجه بريء بدون ميكب طبعا مو ميكب هزة والحمد لله طلع طولي مناسب ويا جلال أنا هذا الشي كنت كلش خايفة من عنده لما رحت أنه خفت أنه أنا خف أطلع طول شي بس لا طلعت جلال أطول من عندي وقع الاختيار علي قلت لك أنه الدور يحتاج لممثل ما يحتاج لموضل لأنه مستعراض هو تمثيل وحياة واقعية رحت قلت لهم أني رايدة أفتهم القصة الحقيقية لأن كوني أني اليوم طالع حشي عن إنسانا عن قصة حقيقية ما أقدر أني أمثل شي هو محقيقي لأنه هاي رسالة لازم أوصلها للناس بدون تشفيرها وصلها واضحة أنه تبحثين عن القصة بعيدا عنه بالضبط فحشت هذه القصة الواقعية الحقيقية ما شفت أكو يعني شي متغير ما شفت أكو كذب بالموضوع لا نهائي حقيقية فعلا حبيت الدور وقشت الدور تقريبا ثمان ساعات يعني دخلت الشخصية ليش سمعني إن شالت من اليوتيوب ورجعت لا هي انحضرت وقت معين بعدين إنه ما يصير أحد يدخل لها تحت سنة 18 سنة بسبب مشهد بسبب إنه أكو مشهد الوقع عمالتي وأكو فما يصير هو اليوتيوب أكو كلمات ما يحبه هو أكو مشاهد ما يحبه بالضبط هو هذا المشهد الحضر بس بعده موجودة يعني تحت سنة 18 ما يصير نزلوا ثاني كليب بس شوشروا هذا المشهد مع الوقع والانتحار ممكن تطلعين بكلفات بعض؟ بحسب إذا هم قصة وتنفيب صح؟ أكيد طبعا يعني شي ضمن مجالي أكيد يعني رح أوافق بي ورح أب بالفكرة أكيد طبعا